النهاردة بدأ الإسبوع الأول في دوري المحترفين للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الصعود انتوا عارفين أن دوري المحترفين 20 فرقة لعبنا المرحلة الأولى في 10 فرق خدوا من المركز الأول العاشر فدول بيلعبوا للصعود للدوري الممتاز هياخدوا أول وتاني والتالت بتاع دوري المحترفين اللي هي مرحلة الصعود أو مجموعة الصعود التالت بتاعهم حيلعب معه الأوائل بتوع الترق يعني الأوائل تانية به عشان يصعد منهم فريق للدوري المتاز والأول والتاني بتوع دوري المحترفين هيصعدوا إلى الدوري المتاز النهاردة تلعبت المجموعة الصعود بكرة العشر فرق اللي هما بيلعبوا عشان يبعدوا عن الهبوط اللي هما من مركز الـ 11 للـ 20 خلاص عشر فرق بكرة هيبدأوا الجولة الأولى من مرحلة الهبوط النهاردة خلينا بس في مرحلة الصعود اللي تلعبت النهاردة العشر فرق اللي هيصعد منهم فرقتين أو ثلاثة للدوري الممتاز النهاردة النتائج في الجولة الأولى كانت على التالي خلينا نقول لكم المرحلة دي عبارة عن 9 مطشات عشر فرق حيلعبوا مع بعض كل فريق حيلعب 9 مطشات واللي حيجمع أكبر عدد من النقاط حيصعد إلى الدوري الممتاز الأول والتاني والتالت زي ما قلت لكم حيصفي مع الأوائل بتوع القسم التاني به لهم حيصعدوا من الدرجة اللي تحتهم يعني لتحت المحترفين النهاردة النتائج كده نشوف النتائج مع بعض وعدين نشوف الأهداف خمس مطشات طبعاً تلعبت في مجموعة الصعود للدوري الممتاز بروكسي قدر يفوز على ودي ديجلة 1-0 السكة الحديد خارج ملعبه بقيادة أمير عزمي مجاهد قدر يفوز 2-0 على راية وبيتروجيت اتعادل مع حرص الحدود 1-1 كان حرص الحدود كسبان لغاية الدقيقة 92 وقدر بيتروجيت يتعادل في الوقت القاتل أو الوقت الضايع لوفيينة بيتقلق خارج ملعبه وبيفوز على القناة 1-0 وغزل المحلة النهاردة بيفوز فوز كبير على طنطة ديربي بقى الغربية 3-0 لصالح غزل المحلة خلينا نشوف كده مع بعض الأهداف أهداف المطشات نبدأ بمباراة بروكسي ووادي ديجلة وفوز بروكسي 1-0 بهدف حسان برقات بروكسي فازت على ودي ديجلة 1-0 بهدف حسان برقات طبعا بروكسي بالتشيرت البرتقاني وديجلة بالأبيض وده هدف المباراة الوحيد ضربة رقصية أو الكرة حتى يعني عدت وحسان برقات تزحلق عليها ولحق الكرة وقدر يفوز بروكسي 1-0 بهدف حسان برقات دي مباراة بيتروجيت وحرص الحدود والهدف الأول لحرص الحدود كرة خبطت في مدافع بيتروجيت كده بالخطأ وحولت طريقها إلى المرمة ده هدف الحرص الأول في الشوط الأول وده هدف التعادل لبيتروجيت في الديئة كان بقى في الديئة 92 من عمر اللقاء أو الديئة كمان 93 وتعادل إيجابي واحد واحد ما بين بيتروجيت صاحب الملعب النهاردة على ملعب بيترسبورت وحرص الحدود واحد واحد كابتن سيد عيد وكابتن محمد ميكي مباراة القناة ولفيينة فوز لفيينة 1-0 بهدف وضربة رقصية لمحمد جيبس لاعب لفيينة لفيينة طبعا بالأصفر والقناة بالأزرق أو بالكحلي وفوز لفيينة 1-0 مبروك طبعا النادي لفيينة حاجة محمود الأسيوتي وطبعا الجهاز الفني وكابتن واقل حبيب مدير الكورة فوز مهم جدا لفيينة خارج الأرض 1-0 دي مباراة غزل المحلة وطنطبق ديربي الغربية في ملعب غزل المحلة وثلاث أهداف لغزل المحلة طبعا عبدو يحيى الهدف الأول لا دا مش عبدو يحي دا أحمد رفعت ريفو شبيه 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 محمد صلاح أحمد رفعت ايه هو اللي جاب النهاردة جاب جنين طبعا المحلة بالأزرق أو اللبني وطنطب الأصفر كابتن أحمد عيد عبد الملك مدرب المحلة وكابتن عمر أنور مدرب طنطة والهدف الثاني لغزل المحلة برضو أحمد رفعت ريفو هو وأحمد رفعت دايما كلنا بنقول شابه محمد صلاح برضو طول شعره كده زي عبدو يحيى وبعدين الهدف الثالث للمهاجم الأفريقي لنادي المحلة شارلز برضو عدى بشكل كويس جدا لو حطاها في المرمى 3-0 لصلاح غزل المحلة النهاردة فوس كبير للمحلة بخيادة كابتن أحمد عيد عبد الملك على الطنطة 3-0 ترتيب بقى المجموعة بتاعة الصعود بيتروجيت 46 نقطة طبعا هياخدوا الأول والتاني والتالت هيصفي زي ما قلتلكم مع القسم الثاني به اللي هي الدرجة الأقل منهم أو اللي تحتيهم بيتروجيت 46 نقطة ديجلة ودي ديجلة المركز الثاني 38 نقطة رغم خسارة ديجلة النهاردة المحلة 38 غزل المحلة حرص الحدود 37 المركز الرابع لفينة طبعا طلع درجة الفوق وقرب بالفوز على القناة بقى 36 نقطة السكة الحديد برضو مكسب مهم النهاردة 32 نقطة للسكة بروكسي برضو كسب النهاردة بقى 32 نقطة للمركز السابع طنطة في المركز الثامن 29 القناة المركز التاسع 28 نقطة وراية في المركز العاشر بـ 28 نقطة دي مجموعة الصعود اللي هيصعد منهم في 3 فرق للدوري الممتاز بكرة بقى مجموعة الهبوط 10 فرق 6 منهم هيهبطوا إلى القسم الثاني به طبعا كل الفلة دي بتلعب عشان تبعد عن الهبوط أسوان بكرة في مواجهة أبو إيرل الأسميدة في أستاذ أسوان بيترون الأسيود في مواجهة مكادي النجوم في مواجهة جمهوريت شبين مصرية التصالات في مواجهة المقصة النصر التعدين في مواجهة دي كيرنس ترجمة نانسي قنقر